وننتقل مشاهدين إلى أخبار الزراعة حول العالم وبداية وكالة الطاقة الدولية استثمارات الطاقة العالمية قد تنمو إلى 8% خلال 2022 تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو استثمارات الطاقة العالمية بنحو 8% خلال العام الجاري 2022 ومع ذلك تظل المستويات الإنفاق غير كافية لمعالجة أزمتي المناخ والطاقة وفق التقرير الصادر عن الوكالة فإن استثمارات الطاقة عالميا قد تصل إلى 2.4 تريليون دولار خلال 2022 وهذا الارتفاع في معدل نمو أعلى بكثير من مستوياتنا قبل وباء كورونا وبننتقل إلى خبر آخر وموزنبيق تتوسع في مجال الطاقة الشمسية ب60 ميجاوات جديدة في اتجاه وإطار اتجاه دول القارة الإفريقية نحو الطاقة النظيفة بتخطط دولة موزنبيق لتطوير نحو 60 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية ضمن مساعي البلاد لتأمين امدادات إضافية من الكهرباء النظيفة وتستهدف الدولة الواقعة في شرق إفريقيا توفير الكهرباء ل10 بلايين مواطن بحلول 2024 والجميع السكان البالغ عددهم أكثر من 30 مليون نسمة بحلول 2030 حيث يسهم بناء محطات الطاقة الشمسية في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 25 ألف طن سنويا وتلبية احتياجات 300 ألف أسرة من الكهرباء